اهلا بكم اصحابي في حلقة جديدة من حلقات مدرسة اونلاين وحشتوني جدا جدا وبقول يا رب نكون بنقضي الاجازة بطريقة جميلة وطريقة مفيدة ونكون مستفيدين كلنا بالاجازة طيب يا ميس فاطمة احنا هنقضي الاجازة ازاي؟ طبعا هنقضي الاجازة في اللعب والخروج والحاجات اللي احنا بنعملها دي كلها والفرج عن التلفزيون والنادي وكلام اللي احنا عارفينه ده كل تمام؟ ماشي كل ذا انا معاكم بس جي حاجة يعني لازم نستفيد من الاجازة بطريقة يعني حلوة شوي ازاي؟ انا دلوقتي عندي موهبة حلوة رسم موسيقى اتعلم سباحة اتعلم مهارة اتعلم رياضة من رياضيات من رياضات كل ده ممكن انا نميه في فترة الاجازة بساحة كده تاقلي ده كده تمام وبرضه اتفرج عن التلفزيون واصهر واخرج والعب واعمل كل حاجة طيب ده كل ده انا متفقة عليه لكن في حاجة تانية انا ممكن ان انا استثمر الاجازة كمان في حاجة انا كنت فيها في فترة الدراسة يعني ضعيف فيها شوية ده مش عيب يعني ان انا اشوف انا كنت ضعيف في ايه او مقصر في ايه وابتدي اناميه في فترة الاجازة ايه ده ميس فاطمة هو انت هتخلينا برضو نقعد نذاكر تاني في الاجازة؟ لا هي عملية التنمية ديت وعملية ان انا بعمل برامج اسرائية زي اللي احنا بعملها دلوقتي في التلفزيون مش ان انا بقعدك طول النهار عشان تذاكر لا انا عايزاك تقعد تستثمر وقت صغير مش هقول وقت طويل عشان ما تتضيقوش وقت صغير في ان احنا نستثمر ايه اللي انا كنت بتلقبط فيه او ايه اللي انا مش عارفة اعمله او ايه اللي انا كنت بتلقبط فيه في وقت الدراسة اصلحه في وقت الاجازة عشان ارجع اواصل تاني دراستي وابقى اشتر ومتفوق بدرجة اكتر طيب اصدقاء كتير ليا بيكلموني وبيتواصلوا معي بيقولوني احنا دلوقتي في حاجات كتير بنغلط فيها واهمها الاخطاء الاملائية طيب حلوة اوي الاخطاء الاملائية يا ولاد علشان اتفداها وما بقاش ققع فيها لازم اهم حاجة اكون في شوية حاجات كده لازم اعرفها ايه هي يلا معايا نشوفها وواحدة واحدة كده نسجلها مع بعض اول حاجة عندي لازم يكون اعرف شكل الحرف يبقى انا لازم اكون الحروف الثمانية وعشرين حرف بتقول لغة العربية عندي انا عارفهم طب متهيالي دي كلهم تبقين عليه تمام في حاجة تانية لازم اعرفها برضو اللي هي ايه اوضاع الحروف يبقى اول حاجة لازم شكل الحرف شكله ايه الالف الضاد السين الري البي كل الكلام ده لازم اكون عارفة شكل الحرف ايه طيب تانية حاجة اوضاع الحرف فين يعني هل هو في اول الكلمة شكله ازاي في نص الكلمة عامل ازاي في اخر الكلمة عامل ازاي ده برضو لازم اكون ملمة بيه وعرفاه في كتير بيتلغبطه فيه تالت حاجة اللي هي الاسوات الحروف المتشبهة كل الكلام ده انا هتكلمه باستفادة وهتكلمه نقطة نقطة وحنلمه كله مع بعض يبقى دي تالت نقطة الاسوات المتشبهة في الحروف طبعا في ايه تاني في كمان عندي الفتحة حركات القصيرة والحركات الطويلة ودي معظم اولادي بيتلغبطوا فيها وبيقعوا فيها اللي هي عندي حركات للحرف قصيرة وعندي حركات للحرف طويلة الحركات القصيرة اللي هي الفتحة والكسرة والضمة والسكون دي حركات قصيرة ما بتاخدش وقت في القراءة اما في عندي حركات طويلة اللي هي المدود التلاتة اللي هي المد بالالف ويمد بليه ويمد بالواقع تمام كده طيب هل انا هاخد كل الكلام ده النهاردة يا ميس فاطمة لا طبعا يبقى انا كده يعني كده بهزر يعني ما ينفعش انا ان شاء الله باذن الله احنا عمل لكم محضن لكم برامج اسرائية بتنمي يعني بتنمي موهبة القراءة وكتابة كويس بطريقة كويسة وعايزين يعني نلغي واحدة واحدة وتدريجي الاخطاء الشقعة اللي هي الاخطاء اللي يمنقيها الشقعة تمام كده طيب اول حاجة زي ما ميس فاطمة قالت احنا هنبتجي في اول حاجة شكل الحرف بيبقى ازاي تياني كده سهل لما فياش اي حاجة يلا معايا نشوف اشكال الحروف ارجع عليها كده مراجع سريع مع ان انا عارفة ان اولادي واصدقائي كلهم اكيد عارفنا لان انا بخاطب مرحلة ابتدائية يعني انا بخاطب من اول اولى او صف الاول ابتدائي لحد ممكن نقول ايه صف السادس الابتدائي تمام كده دي اخطاء معظمنا بيقع فيها وما بش فارق بقى ده سنة تانية ده سنة تالتة الكلام ده يبقى انا عايزة اصدقائي كلهم اللي من اول الصف الاول ابتدائي لحد الصف السادس الابتدائي يكونوا اعايزين وبيشوفوا البرامج دية علشان نتفادى الاخطاء اللي بنقع فيها من ناحية الاملاء وعايزة سؤال الاملاء او حصة الاملاء بعد كده تبقى حصة ممتعة وحصة انا بجيب فيها وبحصل على درجات عالية فيها تمام كده يلا معايا نشوف انا هعمل ايه وحكتب ايه تمام يلا هنا عندي اول حاجة انا بقولها اشكال الحرف او الحروف تمام كده تمام عندي الحروف بتاعتي هتكون الايه الالف الباء تاع س جيم ح خ ديل ذيل ر زين سين شين صاد ضد ط ذ عين غين في قاف كيف لام ميم نون هي واو هي تمام كده يبقى دي اول حاجة انا بشوفها اللي هي اشكال الحروف تمام كده طيب هل الحروف ديت هتكون باشكال هدية في كل الكلمات لا طبعا كل حرف لأوضاع مختلفة طيب هل انا لو انا جيت وقفت في اول على باب الاوضة شكلي هيتغير اكيد انا شكلي ولبسي واسمي هو فاطمة تمام ولبسي اللي انا لبسي والكلام ده تمام جيت في نص الاوضة او في نص الاستوديو او في نص المكان اللي انا قاعدة في شكل اتغير اسم اتغير لا طبعا بالفعل في اخر المكان اللي انا قاعدة يعني انا مثلا اقسم نفسي كده انا قاعدة على الباب على جنب الباب الاوضة كده او باب الشقة واسأل نفسي انا كده شكلي اتغير لا زي مانا بس انا اوضاع اللي ايه بتختلف تمام كده طيب تعالوا نشوف مع بعض اوضاع الحروف شكلي هعمل ازاي اوضاع الحروف هنا عندي لو حرف الالف اهو مثلا ولو في الاول وفي النص وفي الاخر عندي مثلا كلمة سهلة اهي اسد ده لو هو مثلا الالف في الاول تمام طيب هنا مثلا كأس الالف هنا شكله زي هنا مثلا لو كلمة فعل او كلمة قرأ تمام ممكن الالف يجي كمان على هيئة همزة في الاخر بمعنى ان هو ممكن يجي كلمة زي كلمة دعاء تمام طب انا هنا بتعامل مع الهمزة دي ازاي بتعامل مع الهمزة اقرأها الف اقرأها الف بس ماينفعش اننا بتوع يعني ماينفعش قالوا ان بتوع العربي قالوا ماينفعش ان احنا نبقى بالمنظر ده على اللغبط الولايات فشلنا الالف دي ويتعاملنا ان الالف ده تبقى شكل الهمزة يبقى انا كل ما اشوف الهمزة في الكلمة اتعامل معاها معاملة الالف بمعنى ان هي مثلا تكون ممكن ا او ا او او تمام كده تمام يبقى ده شكل الالف في اوضاع الثلاثة تمام طيب هل عندي حروف تانية او عندي حروف تانية عندي مثلا حرف الباق والتاق والساق كلهم هنقول زي بعض طب ممكن نشوف حرف تاني اللي هو ناخد الجيم مثلا الجيم والح والخ زي بعض تمام الجيم حجر ممكن نقول هنا ايه الجيم في الاخر ممكن نقول مج مثلا تمام كده طيب ده شكل الحرف في الثلاث اوضاع طيب من الخروف تاني اللي بتعمل القلق معي مثلا زي حرف الكاف مثلا الكاف احنا عارفين ان الكاف ده شكلها طيب هل في اول الكلام بتبقى بالمنظر ده لا بتبقى بالشكل ده في نص الكلام بتبقى بالشكل ده في اخر الكلام هي اللي بتبقى بالشكل ده تمام كده هنا مثلا هكتب كلمة كرة هنا هكتب مكتب هنا هكتب شباك يبقى هنا الايه الكاف شكلها اتغير هنا شكلها عاملة ازاي هنا ازاي وهنا ازاي دي ولاد كتير جدا لما بيجوا يتملوا بيجوا اكتبوا الكاف في اول الكلام بالطريقة زيها ودي من الاخطاء الشائعة خلاص كده يبقى احنا كده اكيد هنأتفادل الخطأ ده بعد كده بان هي حرف الكاف ده شكله في اول الكلام زي ما انا وردهولكم تمام وفي اخر الكلام بيبقى بالشكل ده تمام كده يبقى انا كده عرفت شكل الحرف طيب من الحروف التاني اللي هي يعني متدرجة عليها يعني مثلا السين والشين والره والزين والصاد والضاد والطه والفاه والقاف والعين والغين كل دول يعني شكلهم بيبقى واضح انا بس عشان ايه وقت البرنامج انا عندي حاجات كتير جدا عايز اقولها لكم تمام يعني ايه اكيد احنا عارفين الحاجات زي تمام طيب من الحروف تاني اللي ممكن شكلها بيتغير في وقت الكتابه الحرف مثلا زي حرف الهاء يعني الهاء كده في النص بتبقى عاملة كده في الاخر ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده يعني ده بقى ده الحرف اللي ليه كذا شكل يعني طيب عندي لما يكون هنا هتبقى مثلا كلمات هرم ويريد اصدقاء يكون معي ويشوفوا معي الكلمات طيب عندي الهاء في النص ممكن نقول مهر يعني الحصان الصغير طيب هنا عندي وجه تمام كده هنا الهاء ديت اللي هي شكل الخامسة ديت لما بتكون عندي في الاخر حرف رفس ايه ده يا ميس فاطمة هو في حروف رفس ايوة في حاجة اسمها حروف رفس ودي برضو من الاخطاء الشائع في الاملة اللي كلنا او معظمنا بيتلغبط فيه طيب اي حروف الرفس دي تعالوا نشوفه حروف الرفس ايه هي عندي الالف عندي الدال عندي الزال عندي الره والزين والواو دي اسمها حروف رفس بمعنى ان انا لما باجي اتعامل مع الحرف ده بتعامل هنا كده بتعامل من الجهة دي برضو نفس الكلام اعمل من الناحية دي نفس الكلام الطريقة دي تمام كده يعني ايه يعني هل انا ما ينفعش ان انا اشبك الالف من الناحية دي لا لو تشبك من الناحية دي الالف هترفوسه وتوقع عشان كده احنا سمناها حروف رفس الدال كذلك يعني ايه برضو يعني انا مثلا عندي كلمه زي كلمه امل دي الالف ما تشبكتش في المين تمام طيب عندي كلمه زي كلمه عايزه كلمه لحرف الدال مثلا زي كلمه الدب الدال الواحده جي بعديها البي ما تشبكتش فيها ما تشبكتش طيب نقيسه على ده كتير اللي هي زي مثلا حرف الزيل نفس الكلام ها في يعني اخدنا الريه اه الريه مثلا او الراق اهي را ريشه تمام كده ويقص عليها برضو الزيل يعني الزيل زيه اهي عندي زيه زي كلمه زير انا ممكن اقول زرف مش مشكلة اهي زير تمام طيب ايه تاني من الحروف الرفس عندي الواو اهي زي كلمه وردة طيب انت عملا يميس تدينا الكلمات ايه الحروف اللي انت بتتكلم عليها ديه في الاول معظمها في الاول عادي جدا انا عرفتك شكل الحرف بيبقى عامل زيه لما بي نشبك حرف من ايه من وراه يعني مثلا زي كلمه حرف زي حرف الواو ده اهو ممكن اعمله ها اهو شبكت في ميم بقت موهبة تمام كده يبقى ده شكل الحرف لما بنشبك في من نشبكه من الخلف من ورا لكن لما بيجي تشبك من قدام طبعا مش هي تشبك لان دي اسمها حروف رفاصة او حروف رفص ما ينفعش حد يشبك فيها الايه الحرف بعدها على طول تمام كده يبقى احنا دخلنا كده على حاجة اسمها حروف رفص اللي هي الالف والدال والذال والره والزين والواو تمام كده يعني دول لما بنشبكهم بنشبكهم انا بقولها دايما لولادي وبناتي في المدرسه بنشبكهم من اثاهم تمام هي يعني كمدعبة بسيطة او يعني عشان ايه اشد انتباههم لها تمام كده يبقى محدش يشبك الحرف من ورا تمام اتفقنا على كده طيب نرجع تاني لشكل الحروف في حروف شكلها بيتغير عنزة حرف الياء الياء في الاول بيبقى عامل كده في النص بيبقى عامل كده في الاخر بيبقى عامل كده تمام كده يبقى ده شكل الحرف في الثلاث اوضاع ده شكل الحرف في الثلاث ايه في الثلاث اوضاع تمام طيب اللام من الحروف الي ولادي كتير بيقعوا فيها وهم بيقروا وبيتملوا ده اللام لما بيكون في اوضاعه الثلاثة تمام عندي كلمة زي كلمة لبن اه اللام في الاول ايه حبل تمام اه ممكن ايه دي جات في الاخر مش مشكلة ممكن نقول معلمة اهي مو عال ليه اه اهي في النص طيب في ولاد كتير لما بيجوا يقروا الحرف ده بيتعاملوا معا معاملة الالف اقولوا لأ دي لام دي اسمها لام وانا معلش يعني انا خليتها بالمنظر ده شوية علشان افصرها وبينها لولادي ان ده اسمه حرف اسمه حرف لام هوش الف يبقى بعد الحلقه ديه النهاردة هنكون عرفنا الميز ما بين شكل حرف الالف واوضاعه تلاته وشكل حرف اللام باوضاعه تلاته تمام كده طيب في ايه تاني ان احنا ايه تاني اللي بنتلقبط فيه يبقى انا كده عرفت اشكال الحروف عموما اوضاع الحروف بطريقه سريعه وعلى فكرة يعني المرات اللي بعد كده والحلقات اللي بعد كده هيبقى فيها استفاده وتوسيع باكتر من كده احنا النهاردة بس ايه يعني بنعمل ورشة عمل بنحضر فيها ايه اللي احنا هنعمله وبنحضر اهدف كده او اهم النقاط اللي احنا هنمشي عليها يعني هي مش مش حلقة يعني مش حلقة اساسية لا دي حلقة انا مسميها ورشة عمل لما بعد كده سلسلة الحلقات اللي ان شاء الله هتبقى بعد كده علشان ننمي موهبة او مهارة الاراية وكتابه ونتغاضى خالص ونشيل خالص من دماغنا الاخطاء الاملائية الشائع تمام كده يبقى انا عرفت اوضاع الحروف اشكال الحروف بشكل عام اوضاع الحروف عرفتها الحروف الرفس عرفتها طيب في حاجة بقى تانية انا بطلعبط فيها ممكن على فكرة كبار بطلعبط فيها برضو على فكرة مش عيب يعني مش عيب ان انا اقول انا بطلعبط فيها ايه هي؟ صوت الحرف ايه ده يا مسفط يعني ايه صوت الحرف؟ صوت الحرف ده يعني فيه اصوات للحروف بتدي صوت واحد يعني بيبقى شكلين بحرفين مختلفين وصوتهم واحد ازاي؟ تعالوا نشوف عندي هقول هنا هكتب هنا اصوات او الاصوات المتشابها تمام؟ طيب زي ايه؟ عندي بدي من اتلعبط فيها معظمنا السي والسي طيب ايه ده وايه ده؟ اوه السي لما باجي امليك بكتب لك اصلا اهو السي اهي السين اهي لما بيكتب اكتب مثلا كلمات سعلب هنا سمكة صوت الحرف هنا ازاي؟ تعالوا بقى معايا نشوف بقى الس من الخروف اللي ممكن وانا بكتب وانا بقراع لازم اخرج لساني يبقى اقول ايه؟ ثعلب 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 طبعا مش هطلع لساني كله لا هو طرف بتاع اللساني كده لازم يطلع ثعلب يبقى لما بيتيجي الميس او المدرس ييجي يمليك او ماما في البيت تمليك ارجو من كل حد او كل شخص ييجي يملي طفل صغير لازم يهتم بالنقطة دي ايه الحروف اللي اخرج فيها لساني قدام الطفل والحروف اللي لا عادية يعني اقوله ايه لساني ورا سناني تمام؟ علشان ما لغبطش الطفل هو ما ينفعش ان انا مل الطفل الكلمة زي ما هي ما بينش اصوات الحرف بطريقة سليمة وارجع اقول الطفل ما بيعرفش يتملى وبيجيب لي في الاملة درجات وحشة ليه؟ طيب ما انا الاساس بمي انا انا اللي بملي خلاص كده يبقى دي النقطة مش بتاعت ولادي دي النقطة بتاعت اصدقائي وامهاتي واصدقائنا المدرسين كل الناس دي نراعي واحنا بنملي نملي باخراج الحروف مخارج الحروف بطريقة سليمة يعني ايه؟ يعني السه من الحروف اللي انا بطلع فيها لساني نرجع بقى تاني لولادي واصدقائي وحبايبي السوامي تمام كده؟ سه سه فعلب سلاجة فبطلع لساني فاول معرف ان طلعت لساني اعرف ان ده سه على طول طيب اما السين فهي صوتها سه برضو تمام؟ بس لساني ورسناني مش هيطلع خلص سمكة ساعة سرير تمام كده؟ طيب ايه تاني من الحروف اللي صوتها زي بعض عندي الزال والزيل؟ جي برضو من الحروف اللي بنتلغبط وصوتهم زي بعض الزال برضو من الحروف اللي اخت الساق من هي بنخرج انا هسميهم هنا دول الناس اللي بتخرج لسانها اللي هي حرف الزال بخرج لساني فيه بقول ذا او ذو او ذي تمام؟ يبقى بخرج لساني وانا بقول ذال ذال اما الزين لأ زين زين تمام؟ يبقى نهتم بالايه باخراج الحرف بطريقة سليمة علشان نتفادى الاخطاء الاملائية تمام كده؟ يبقى عندي الحرف الزال من الحروف اللي بخرج فيها لساني وحرف الث برضو من الحروف اللي بخرج فيها لساني اما الزين لأ تمام كده؟ طيب في عندي ايه تاني من الحروف اللي ممكن ان انا اتلغبط فيها في اسواتها عندي الضاط وعندي الدال طيب تعالوا نشوف الدال من الحروف اللي صوتها يعني رقيق شوية كده دا دي دو تمام؟ يعني مثلا كلمة دولاب او دراجة دراجة تمام؟ اما بالنسبة للضاط تمام؟ فانا هنا ممكن اقول ايه؟ ضف دع او ضبع تمام؟ طبع تمام كده؟ يبقى هنا الدال صوتها رقيق شوية دا 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 اما الضاط فصوتها قوي شوية ضو ضو او ضو او ضي يبقى دي اصوات الحروف اللي انا باطلغبط فيها يبقى الدال صوتها رقيق شوية دا لو هي مثلا بالفتح والضاط صوتها قوي شوية اللي هو اسمه ضو صوتها ضو يبقى وانا بتملق وسمعت الصوت دا دا صوت رقيق يبقى دا دا دراجة دجاجة دب تمام كده؟ اما الضاط فهي ضف دع ها ضبع ضابط صوتها قوي شوية من الحروف الثاني اللي بتلاقي يعني اصوتها شبه بعضها اللي هي التاء والطاء تمام كده؟ تمام الته والطاء برضو الته من الحروف اللي هي ضعيفة تمر مثلا كده انا هذا صوتها ضعيف اما الطاء من الحروف اللي هي قوية شوية زي كلمة طفل او طبلة اساسا دي بفتحة ودي بفتحة تمام كده؟ يبقى التاء عندي صوتها ضعيف هقوله صوت ضعيف وهنا صوتها قوي تمام كده؟ طيب ايه تاني ممكن يكون من الحروف بيغبطني تاني؟ تاني يعني دي معظم الحروف اللي اولادي بيتلغبطوا فيها اللي هي الفرن ما بين الدال والضاد اللي الته والطاء والسه والسين والزال والزيل دي معظم الحروف اللي هي اصواتها بتبقى شبه بعضها لكن وانا بكتبها بنكتبها بطريقة قلط طيب انا كده عرفت اشكال الحروف اوضاع الحروف اصوات الحروف طيب في ايه تاني انا والحروف الرفصة كمان طيب في ايه تاني انا ممكن اكون بطلغبط فيه ولازم اميزه كويس الحركات القصيرة والحركات الطويلة للحرف ايه ده؟ ايه الكلام اللي بتي تقولي ده؟ لأ الكلام ده انا قلته كتير وهقوله تاني واكتر بمعنى الحركات انا هكتب هو كده تاني الحركات القصير للحرف او للحروف نكتبها للحرف عندي مثلا حرف زي حرف مثلا الباق اللي انتش عملتينه ميز فاطمان وايه ده ده خلتين على كده على طول انا بشرح باستفادة انا عندي الحركات القصيرة عندي فتحة قصرة وضمة وسكون ده الحركات القصيرة بتاعتي تمام؟ طيب طبعا انا يعني انا بخاطب مش بخاطب ولاد صغرين اكيد الكلام ده احنا سمعنا تا يعني مليون مرة شكل الفتحة ازاي؟ وبرضو كل الكلام ده انا هقوله باستفادة في المرات القادمة ان شاء الله تمام؟ الفتحة والقصرة الفتحة دي بتبقى خط كده رفيع فوق الحرف القصرة بتبقى خط رفيع تحت الحرف الخط الضمة بتبقى شبه الو ضعيفة كده صوانونة قوي فوق الحرف ودي اسمها الضمة اما السجون فهي بتبقى عامة زي الدايرة الصغيرة فوق الحرف تمام كده؟ طيب برضو انا مش فاهمة انا همشي معك واحدة واحدة وكأنك يعني مش ايه مش عارف حاجة انا ماشية معك واحدة واحدة وانت بتشفهمه اقولولك طيب الفتحة بفتح بقره ازاي بقراها ازاي؟ با طيب انا برضو مش عارف فيه ولاد والله جم مره بقولهم كده ردت علاقت لي مش عارف مش عارف اقراها طيب هتاك بصي دلوقتي انتي هنطقي تقولي با با الداري يعني مع انه المفروض نقول با تمام كده؟ طيب وانت بتنطقي بتفتح بقك اعزاك تفتح بقك با اهو ادي جينا تقطي با طيب حطينا تحت الحرف الكسره بي حطينا على الحرف ضمه بو حطينا على الحرف سكون او حد يقول بق ده يعني كارثه 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 ان انا اقول بق او مق او جق او الكلام اللي انا بسمعه تمام؟ ده غلط تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه؟ عندي هنا معايا كده هنا نرجع تاني للحروف او حرف اللي انا كانت با بالاوضاع بتاعته او قضي بالحركات بتاعته هنا با عليها فتحه اسمها با بي بو ودي اياك حد يقول بقى طيب با وعرفناها بي وعرفناها بو وعرفناها وذي حتى قطقه سياره متى اخدش وقت كسير في الايه با بي بو طب تعالوا بقى نشوف الايه؟ الحرف الحركه الجميله دي نفاش اي حاجه الباق اهه؟ دايما معرف اولادي وكل اللي امتابعيني ان انا بقول ان حرف حركة السكون ما بيقراهاش الا الحرف اللي قابليها ايه ده؟ ايه ايوه ما بيقراهاش الا الحرف اللي قابليها بتقف مكانها وما بحدش بيقراها الا الحرف اللي قابليها عارفين اللعبة اللي احنا كنا واحنا صغيرين اولادي دلوقتي بيلعبوها اللي هي كنا بنلعب اسمال ايه بالكهربا نلعب نجري 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 ايه ولي يجي يمسكني اقوله كهربا وقف مكاني ما بعرفش اتحرك الا لما حد يجيو ايه شد الكوبس دي العاب من اللعاب اللي هي كنا بنلعبها واحنا صغيرين ومعظمنا بيقوا معظم ولادي دلوقتي بيلعبوها ما كانش بيحركني الا لما حد يجي ايه؟ شددني صح كده دي لعبة كلنا عارفين برضو حركة السكون نفس الكلام بتانيها وقفة مكانها اتفقنا ما بيقرهاش الا الحرف اللي قابليها خيط نعمل ايه بقى ايه ده بقى هنقرهه ازاي هقولك تقرهه ازاي هنا عندي اهي هنا بقى تعالوا هنا نقراها ها قراناها صب تمام يبقى انا هنا الحرف السكون يتنوقف مكانه ما يقرأش الا لما يجي الحرف اللي قابلي ويقراه بس كده تمام حدش يقول ولا حد يعمل ولا بق ولا جاء ولا فق ولا فق ولا الكلام اللي انا بسمعه ده بمعنى ايه لو شغلنا قلينا شوية لو انا جيت وقلت مثلا بق زي ما انت بتقول انا بمليك وبقولك اكتب بقى طبعا انا هكتب بقى كده صح بقى اتبقى اهي مش انت بتقول ان البيه السكون صوتها بقى لا لو سمعتها من اي حد ايا كان قال لك كده اقوله لا بقى دي يعني معناه وراه الف مقى دي يعني وراه الف والالف هو اللي سكنته تمام دم الخطأ جامد جدا 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 وبيقع فيه كبار وصغيرين يبقى حرف السكون لا يقرأ لكن اللي بيخليه يقرأ الحرف اللي قبليه يقف مكانه زي معزز يعني معزز كده مقرم والحرف اللي قبليه هو اللي بيجي قريه عندي زي حرف مثلا الالف حرف الالف حرف الالف قال ليه سكون طب ما هي عندي كلمات كأس كأ 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 وص الصوت كأ يبقى انا بقفت على حرف الالف كأ يبقى انا بملي بقول الحرف فبي اعرف ان ده عليه سكون في حاجه تانية ممكن اساعد فيها ان الحركات القصيرة ليها اوضاع ليها حركات بالايدين بمعنى ان انا الفتحه ببقى كده معي بخرج لساني كده بالطريقه دي تمام بعمل كده وانا بملي انا كمعلم او كأم او كأخت كبيرة او كأخ اساعد اخويا او ابني في ان انا بمليه بطريقه صح اقول له ان اتفق كده حركة الفتحه سبع جنبي كده طيب حركة القصيرة سبع كده حركة الضمه هعمل كده حركة السكون اروح اعمل ايدي كده انا بساعد ابني او تلميذي او اخوي الصغير ايا كان المتعلم اللي معي اتفقنا يبقى ليه حركات بايدين او اشارات بايدين عند راية كل حركة حركة الفتحه حركة كده ايدي كده جنبي كده حركة القصيرة بتبقى سبعين متلحت كده تمام حركة الضمه بتبقى كده حركة السكون بتبقى عامل كده يبقى اول ما اقوله كده يعرفين ده ايه حرف وساكن اتفقنا طيب عرفنا الحركات القصيرة طب تمام في عندي ايه تاني يميذي فاطمة محضراء حركة الطويلة او الحركات الطويلة حركات طويلة اللي هي حركة المد هي حركات المد طيب هو المد عندي قد ايه او المد عندي ايه او المد عندي ايه او المد عندي ده عبارة عن ايه مد ده عبارة عن حركة طويلة للحرف بمعنى عندي مد بالالف مد بالياق وبالواو تمام يبقى انا عندي مد الف مد ياق مد واو بالراحة كده وهنمشيها واحدة واحدة وهميزلكو وهبعرفكو تفرقو ازاي تمام طيب تعالى لو هنبتدي بحركة مد الالف المد بالالف المد بالالف ده بيكون عبارة عن الف موجودة في نص الكلام يا في اخر الكلام ولا يقرأ طيب اوكي يبقى هي الف موجودة في نص الكلمة يا في اخر الكلمة ولا تقرأ طيب وحد يتلغبط في اللي انا قلت وانا قلت في اول الحلقة ان الهمزة بتتعامل معاملة الالف والهمزة ده معظمها بتبقى في اخر الكلام يبقى دي مد لا المد الالف مد بالالف تبقى الالف موجودة في نص الكلمة يا في اخر الكلمة لا عليها همزة ولا عليها فتح ولا قصر ولا ضمة ولا سكون ولا اي حاجة تمام كده يعني كان اغنية دي يكون دائما مغنيها الولاد الصغرين في البرامج بتاعت الولاد الصغرين اللي ايه ايه انا المد بالالف باقف في نص الكلمة واقف في اخر الكلمة بس يخسارة يخسارة محدش بيحطي فوقية ولا فتح ولا قصرة ولا همزة ولا ضمة ولا حتى سكون اتفقنا ابقى الالف بتاعتي دي موجودة في نص الكلمة يا في اخر الكلمة بيحطش عليها لا همزة ولا فتحة ولا قصرة ولا ضمة ولا سكون ولا الهمزة اتفقنا طيب بنقراها ازاي اقولك الحرف اللي قابليها بيبقى اسمه الحرف الممدود ازاي مثلا زي كلمة اهو بيب بصوا هنا بقى بيب بيب طولت قوي ايه ده طب تعالوا بقى كده ايه رأيكم هنمسك حركة طويلة مع حركة قصيرة اللي هم شبه بعض عشان دي اللي بيطلق بطن ايه رأيكم هتعالوا مع بعض كده واحدة واحدة هنلغي الورق دي خالص كأنها مش موجودة طيب هنقول اهو المد بالالف ونعمل هنا كده حركة او حركة الفتحة طيب ازاي هنا هقول مثلا زي كلمة حي صان طيب حي صان حي صان انا لما بمدي في الصدق اوي او بطول في كلمة المد يعني انا بمدي زي القاسك كده لما بمدي بشده بشده بمدي يعني بشده يعني اعمله كده تمام حي صان حركة بقى هنا لو انا هستعمل اشارات ايدي حركة المد بتبقى بفرج ايدي لفوق كده يبقى حركة المد بالالف لما اجي اشارة ايدي امال لحد من ولادي او حد من اصحابي او اخواتي الصغيرين ارفع ايدي لفوق اقوله دي حركة المد بالالف يبقى اقوله حي صان يبقى اعرف انه ورايا ورا الصغير مد بالالف اتفقنا كده بس كده طيب طب امال هنا لو انا عندي حركة الفتحة طب اعملها ازاي طب تعالنا اخد نفس الحه والصغير والنون انا اخترت نفس الحروف دي علشان في ولاد لما باجي اقولهم نتملى كلمة حي صان بتبقى بالطريقة زي طيب يبقى ايه ما عندي حي صاني اهي شفتوا شفتوا الفرق حي صاني ما مدتش حي صاني تاني اخر مرة حي صاني في فرق ما بينها ومتهيق لي ما بين كلمة حي صاني انا كل بس مشكلتي ايه هنا دي الحتة دي هتقولولي هنا الحق كانت فتحة وهي هنا قصرة تمام ماشي دي النهاردة انا كده بعمل قشور بسيطة بسيطة للبرامج الاسرائيل ان شاء الله باذن الله هنجهزها بعد كده باذن الله وعايزاكم تستنوني وكونوا محضرين ورق وقلم علشان نكتب مع بعض وهمليكم على الهوى وتبعتولي الكلام ده وأصححه وأشوفه وأشوف انتو هل يعني مدى التجاوب والدنيا عاملة ازاي معاكم وإيه اللي انتو بتتلغبط فيه عشان أعيده تاني وأزيده تاني تمام كده وأشكركم وأشوفكم الحلقة الجاية ويا رب يكونوا كلكم بخير وبصحة ويبعد عنكم كل الأمراض يا رب ان شاء الله بحفظ الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته